احنا كده خلصنا من فقرة حق الجماهير عندنا فقرة الأخيرة نختم بها حلقتنا هي أسئلة سريعة وجميلة وتقدم نفسك الكلام ده اسمها انت مين على محمد ميهوب موليد الحمدية سنة 62 شعر 9 متزوج وعندي توقم عرقنا بقى بصرتك بالكامل محمد محمد محمود هو توقم محمد ده خليفة علاء ميهوب لا محمد محمود ما للأسف ما دخلوش في الكرة قوي محمود ما شاء الله الوقت عندهم 27 سنة ما شاء الله ملعبوش كورة ها لا لا بفترة بس كنت أنا اتشغلت مع الفريق الأول وعشان نروح مضيط نصكت الموضوع مختلف شوحية يعني تخلصت على مستقبل الولايات وحيتت حتت الدراسة وكده كان من نسبها دي مشكلة ليه تجهت للإدارة وسبت التحليل ودلوقتي بتحلل دلوقتي هل بتفكر في وقت بلوقتي انه ممكن ترجع تاني مرة تبقى مدير فن لا تمنى طبعاً ده الحاجة لما تمنى والحاجة اللي بحبها أنا عم بحب الملعب اللعب للأهل يسوي ايه خلط بالأنديات تانية ما فوش ما يسويش ما ينفعش ما فيش حاجة تسويه أساس ده الواحده خالص طيب احنا عندنا كذا كده سأل بس عاوزين الأسئلة تبقى سريعة فيه دحكة على وش حضرتك لا والله ما تعرف احنا هم مقدمين بيدنا طيب انت الوقت بتحب الأكل عادي يعني لا انا عارف ان انت كنت أكين يعني حاجات العادية اه ايه أكلتك المفضلة أكلتك المفضلة دايما بحبها الحاجة ربنا يبرك في أمرها بناديها الصحة والعالم دايما بتعملي صنية أرنبيد باللحمة المفرومة أرنبيد باللحمة المفرومة قولي بش أكين لا لا دي يعني بحبها كلها يعني داحين وحين سقعة حلو فلفل كمل فلفل حراء ولا فلفل عادي لا فلفل حراء طيب الشيف علاء ميهوب هيخش المربخ ايه الأكلة اللي انت بتتقنها وبتعملها ما بتتقنش أكلة والله كتنم الصف يعني ما فيش فينا حد ما في السفرينيات مش بعرف أعمل أكلة هو أكل معقد يعني لا أكلة بسيطة ما فيها أفتحتونا يا دي واللي يقول لك أعمل صلاة والله تعمل شاي يقول لك أكلة ما ما أعرفش أعمل أكل والله لا 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 طب حضرتك بتاعب تعمل ايه يلا لا دي أنا في كل حاجة طب وحاجة واحدة طيب لما بتدخل المطبخ بتحب بتخش المطبخ كتير آه بس بحب أعمل شاي بس بحب أعمل شاي بحب أعمل شاي بإيد بحب أشب شاي تقيل صيدي هويتك ايه بعد كرة القدم والإدارة والفن والكلام ده كله أه بحب أتفرج على كرة كتير قوي بحب أتفرج على تنس آآ أفلام الحاجات العادية آآ تحب الأفلام أبيض وصود آآ على فكرة صحي أنا بحب أسمع الحاجات القديمة ما أنا أقول لك إحنا جايما فيها بكلمة الأفلام أبيض وصود بحب أه إيه الفيلم اللي حدلوقتي بزهنك وكل ما تبقيك وتوعتيت حاجة آآ والله بزخير فيه فيلم نفس بتاعه اسمعين ده سين مستشفى المجانين مستشفى المجانين عشان السكتش بتاع المجانين ده ساعة تروح بيموتني وساعة تيفي السكتش العمل أجوه بيموتني بصراحة بتحب الموسيقى جداً الهادية الهادية آآ هادئ انت ناعم حنان بسي إيه الأغنية اللي انت بتفتكرها علاء ميهوب بترجعه بالزمن الجميل أغاني كتير لأن أنا طول الوقت حتى أنا في العربية أو في البيت بمسوعة شغل كونات الأغاني القديمة زي مين أغنية مين مثلا؟ دائماً بحيب أسمع أمو كلسوم كتير كده إيه الأغنية اللي انت اسمعتها من أمو كلسوم أولو نسمحها بترجعك للزمن الجميل دائماً أنا بحيب أغنية كلها بس فيها أغنية كده زي قلنا أغنية يعني فيه أغنية بسلاً بحيبها جداً اسمع ليلة حب ليلة حب آآ كفاية بس المزيكة اللي فيها في الأول كوب ليه الأولان المزيكة كمان الداخلة بس تقديمة حاجة ممتعة يعني آآ بس مطربك المفضل مين؟ كله بقى ما فيش حد مفضل لكن مكتيل يعني آآ الأديم طبعاً بحيب أسمع أمو كلسوم بحيب أسمو محمد فوز أكيد عبدالحليم لكن لهم الناس ليلة قوي دي بس مؤخراً بحيس 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 مع المزيكة بحيس مستجفة بصفة بتيجي وقت عليك بتحب تبعد أو تروح لحاجة حاجة القديمة اللي هادي لا أنت من طريقتك بتحب الهدوء آآ بالظبط طب قولينا بقى موقف من المواقف اللي إحنا قلنا لك علاوة تقول لها آخر اللي لحالة بص هو موقف واحد حضر لي وحدا وقتم موجود فيه موقف كبتة محمد عامر لما دخل في الإزاز وإحنا بنتغدى فوق طب حكراً قلنا عشان نقول له بسادة مش هديدة أنا دائما كنا متبخلص نمرين وكان بنتظن نتغدى فوق في التراس كده لوحدنا معطاها كلكم تحضركم موجود وكده كان فيش شيف جديد دائما كنا بعد رغانا كان بيعمل صنية كنافة جبارة كويس؟ كابتة محمد عامر ربنا يمسيب ألف خير رابط ديو الصحة من أقشاء كنافة كويس؟ وكان دائماً يحب ده محمد عامر مولود في محل كنافة ده حقيقة المهم ما هم عايزين فوق التراس فوق وفيه باب إزاز مقفول موم احنا خلصنا أكل وكابتة عامر لمح الشيف جاي ومعه صنية الكنافة كابتة محمد عامر عايز يروح ياخده كنافة ومعرفش إن الباب مقفول ومعرفش إن فيه فيه إزاز أساسي انت كيس فاكر الموضوع ده طبعا بنبص بالظبط لقينا فيه حاجة بتعمل صوت جامد وفيه واحد واقع الإزاز ما تكسرش دماغه اللي تكسر بالظبط دماغه رضت في الإزاز ورجع الحاجة اللي تدحك كمان بقى إنه هو بعد كل ده فتح لراجل وخذ منه سنية كنافة كنت نعمل الله كنت نعمل الله ما تسيب الخير علاء أسوأ لحظة عدت في حياتك فتقوليش انتقالي لقلومبي قول لي أي حاجة تاني أسوأ لحظة يوم ما استغنى عني النادي الأهلي يوم ما استغنى عنك النادي الأهلي مش يوم الجول بتاع النادي اليوم ما استغنى عن النادي الأهلي بسرع إيه اللحظة اللي هي كانت التخصي فيها قرار سليم 100% وقلت فعلا بربو عليك يا علاء قرار سليم 100% أعترف بحاجة مع حضرتك فضل كراتي كلها سيئة كلها سيئة من الأسف إيه متسرع مش متسرع يعني ما باخدش رأيي ناس كتير قوي كراتي كلها صعب يعني أنا ما باخد لو أنا بهدى شواء باخد قراري كنت مثلا كررت إن أنا ملعبش على أعمل عملية لأن الناس كلها بتحالة علي عملية عملية أنا ما اتعملتهاش كرات سيئة طبعا جدا لغبة حياتي كلها وقرر أنت أخدت وندمت عليه مندمت عليه آه دا ما فيش كرات مندمت عليه ما فيش لا الحمد لله طيب انت عندك رسالة هتوجيها لمن وتقول فيها إيه وانت بص على الكاميرا رسالة تخص كرد القدم وتخص إيه رسالة لأي حد عزيز عليك بيتك أصدقاءك كل حاجة أولادك اللي انت عايزه يا ناس أعز حاجة عندي عندي وانت بص مفيش عز من ولادي عز من والدتي بقول له اقول له أنا بحبك لا ولادي دول أحضر حاجة في الدنيا وبتمنى لهم كل خير إن شاء الله وسعادة وربنا بارك في عمر والدتي أمين يا رب الحاجة بقى اللي بتمنىها إن بتمنى فعلا من كل قلب دايما نادي الأهلي في أحسن مكانها لي داللي بتمنىها بتمنى كل خير لمصر وبتمنى حضرتك كل سعادة وتوفيق في برنامج جديد وبتمنى نفسي ستتر شكتر من كده ربنا السرعة معك ومعنا يا رب هل عندك أكوال أخرى عندي قول واحد اللي هو سعيد جدا 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 بحلقة مع حضرتك مستمتع بها جدا أنا قعد قعد طبعا في بيتي أكيد وقعد مع أخي كبير ليا وشخصية عزيالة جدا علي ومن أكتر الناس قضيت معهم فترة في الملاعب وسعيد بيها وفخور بيها ومستمتع بالحديث مع حضرتك جدا ومحسرتش بالوقت والكلام مع حضرتك جميل جدا وأنا حسن مش بصور بشكر حضرتك جدا بشكر أصبرناك بتاع مع المجري شغل وممتاز ربنا وفاكو دائما الأحسن ومرة تانية بشكر جدا كنتمصف